بعد حضرارك شبانسين ما خلصنا مع بعض الفايرفايتنج روم وعملنا كل الاكسوسيريز الخاصة بيها عايزين نبدأ نعمل السيستم بتاعنا للفايرفايتنج زي ما احنا بتفعيل احنا عندنا ثلاثة سيستم هنعملهم اول سيستم اللي هو الجزء الخاص بالويت اللي انا بعمل بيه المكاتب اللي بمعنى عصاح بيكون عندي المية اللي بطف بيها السيستم التاني برضو عبارة عن الفايرهوس كابينت اللي عبارة عن الكابينة اللي موجودة فيها بالخرطوم اللي حضراركو عالفينها دي الخرطوم اللي محدش بيستخدمها خالص دي ربنا مايكتبها على حد دا يعني والجزء التالت عندنا اللي هو الجزء الخاص باللي هو الجزء الدراي يعني اللي انا بجيبها السيوتول اللي انا بجيب استوانات وابدأ اطف بيها بس بتتعمل اوتوماتيك وينعملها مع بعض والجزء الرابع اللي هي الفير هيدرينت اللي هي المسورة اللي هي بتبقى الرئيسية اللي هي البرة اللي سواء بسحب منها مية أو باملة بيها والكلام ده كله فخلونا مع بعض نبدأ واحد راهضة فيهم كونه مع بعضي بشوانسين أول حاجة هروحها لкоي할 فيريست ليفل هبدأ هتعامل معا أول حاجة معا الفيرست ليفل عايز اعمل في الفير فييتينج بضعها هبدأ أول حاجة زي ما احنا نتفنى مع بعضي بشوانسين بالفير هاوز كابينت هروح على System هروح على Mechanical Equipment هروح اختار من هنا قديل Fire Host Cabinet الموجود عندنا بتحتاج Host والhost ده Vertical Face زي ما احنا متفقين اللي هو وليكن إيه الحائط الموجود عندنا هعمل لها بس Mirror عشان تبقى الناحية التانية المخرج بتاع الخرطوم الناحية التانية بالشكل ده تمام طبعا مهندس Mechanica بيدل حضرتك المنسوب بتاعها بس هو بيكون تقريبا على منسوب متر من الأرض بالشكل قدامنا ذاكرا بيكون على منسوب واحد متر بالشكل قدام حضراتكو ده كده من الفلور عندنا اهو ماشي طيب يبقى انا اول حاجة عملت Fire Host Cabinet فاضل بقى ان انا امدلها المواسير اللي جاي منها دي ما صورة اللي احنا قلنا عليها Fire Fighting اللي ايه Fire Host Cabinet اللي احنا عملنا ممكن لأوله Create Similar هاخد من هنا كده واخرج بيها بالشكل قدام حضراتكو ده كده طيب بس ده مش ظهر اي حاجة لي لان انا مش موضح له اولا الليفل على قد ده احنا هنخلي Fire Fighting على منسوبة لكم 3 متر وعشرين من First Floor Plan فهاجي من هنا كده هعمل ادي البايت بتاعتي بنفس الكتر 80 مثلا واخد من هنا لحد هنا بـ 80 بعد كده هتقل ولا يكون لحد 50 ميلي بالشكل قدامنا ده ده كلهم الديزاين طبعا هننصل بيها لحد 50 بالشكل ده ولا يكون هتقل تاني هتوصل لـ 40 بالشكل ده كده اهو وبعد كده هتقل تاني ولا يكون هتوصل لحد 32 بالشكل قدام حضراتكو ده كده باش مانسين ومن الـ 32 هتوصل لحد 25 ممكن نخليها مثلا لحد هنا كده وبعد كده اقول له Create Similar واختار ان الكتر يكون 25 هيكمل بيها 25 بالشكل ده طيب انا عايز اعمل الـ System بتاعه طبعا ما انساش ان الـ System كله واخد هنا ههو Firehouse Cabinet ماشي هروح على الـ Section اللي انا عامله ده قدام حضراتكو ده كده باش مانسين هبدأ اخرج من هنا بالمصورة بتاعتي بس لما بعمل create pipe بالشكل قدامي ده كده باش مانسين بلاحظ ان المصورة اللي عندي هنا دي كده المصورة دي واخده Type Other انا عايزة لا تاخد Firehouse Cabinet Pipe No Groove فاختار من هنا ان هي تكون الاول Firehouse Cabinet من هنا كده عادي خالص واروح جاي راسم المصورة بتاعتي بمنتاز سوال اهو هعمل له Online مع المخرج بالشكل ده كده هزبطها هزبطها في Level بتاعها هقول من هنا كده Online هنا ده مع ده بالشكل ده اروح على الـ Section واروح جاي مختار دي مع دي بالشكل ده كده باش مانسين هو ممكن automatic روح جاي عاملها لحضرتك هاخفي بس الـ System بتاع الـ HVAC حاليا او ممكن اظهر فقط الدور اللي انا اشغال فيه فانا ممكن اجي هنا كده على ادي Firehouse Cabinet بالشكل ده اهو اهو الراجل لعندنا ادي الخارجة بتاعتها ممكن اشيل دي خالص من هنا كده اشيلها خالص اهو بالشكل ده اروح على الـ Section هنزل من هنا بمصورة رأسي او الـ Dropipe نفس الكتر اهو هنزل رأسي بالشكل ده ممكن اخليها تمشي هنا شوية بالشكل ده كده باش منسين اي دي المصورة الموجودة عندها حضرتك عايز تخفيها في قلب السقف ممكن ترهجي اصلا عامل المصورة من هنا كده وتخفيها عادي خالص جدا طيب عايزين نوصلها بالجزئية اللي عندي هنا دي يعني زي ما احنا هنا ممكن نمشيها كده بالشكل ده عشان تبقى مخفية وبعد كده اعمل لها وصلة افقية مع الراجل ده اللي هنا دي كده اعمل لها وصلة افقية اتعمل لها وصلة افقية زي اننا اراح جاي واخد سكشن كمان من هنا كده اهو سكشن بالشكل ده بالشكل ده ازبط سكشن شوية بالشكل ده فاين اراح جاي رايح على الراجل بتاعنا من هنا ده كده ممكن رح جاي نازل من هنا بالبيب دي الحاد هنا create similar بالشكل ده اهو اراح جاي لافف بيها كده خرجت بيها اهو زبطت الدنيا اهو كل اللي علي اعملو اروح جاي مختار انساش البيب دي ايه ليه بيعملها اظهر تاني مفروض بقى خلاص احنا خرجنا بيها من هنا كده وحددنا ان هي تكون نجروف وحددنا ان هي تكون بروتيكشن طيب نحاول نحذفها تاني بالشكل ده كده ونجيب سكشن نمشي من هنا كده لحد المصورة بتاعتنا هنا نحاول نزبطها طبعا زي ما انا علمتك ممكن ايه ترجع تزبط خط باكها تعمل خط داخل بالشكل ده كده هو مصمم ما يغيرهاش يعني هو ايه مصمم ما يغيرش السيستم خالص للجزئة دي المفروض يعني تتغير مفروض مجرد مخرج كده بس اعمل ديس كونيكت المصورة تبع حرة قادر عد اللي انا عايزه فيها طب ممكن اقولك سكرية سيملر باست اللاين تو سيم بلايس الشكل ده اعمل ديليت وامسك دي كده طيب اعمل كنترول زد تاني مثلا نختار من هنا اللي هي الفاير هوس كابنت بالشكل ده ورجاء ما اقدم عليها كده بالشكل ده كده واجيب التانية تاب احزف التانية خالص ممكن من السري دي نشيلها تاب بالشكل ده بالشكل ده كده خلصته بممتاز سونا دي اول حاجة موجودة عندنا وده اول سيستم بقدر استخدام طبعا لو انت عندك في واحدة كمان مثلا وليكن هنا مثلا او هنا مثلا واحدة كمان تقدر تاخد فرع برانش من هنا وتنزل بيه نفس الكلام الجزء التاني اللي عندنا باش مانسين برضو في حالة ده طبعا ما ينفعش نعمل الجزء ده ما ينفعش نعمخليه ما ينفعش الجهزة نطفيها بمية فبنعمل ايه فبنعمل اللي هي اللي هي السيستم التاني اللي عندنا اللي هي الف ام بالشكل ده فبجيب السيلندر بالشكل ده طبعا لازم فانا بختار ايه دي هوروزونت الفيس عندي بالشكل ده اهو ادي البايب تحطت عندي على ادرع منها روتيشن ممكن اختار من هنا كده الاختار احدد النقطة اللي انا هلف منها ولفها بالشكل ده بحيس ايه يبقى لافف بالنحية دي وقدر اخرج ببايب بمنتاز شهولة اقوله من هنا كده بلايس اختار النقطة دي كده من هنا لفها لكده وابدي اخرج منها اقوله من هنا كده بيفكرني ان انا اعمل سيف هقدر اخرج بقى من هنا كده ببايب بس لازم البايب دي منساش اهم حاجة عندي دي السيستم بتاعنا اللي هو الايه هو عمل هنا اظهر فانا لا هروح جاء اعمل السيستم كمان هنا هاجم من من الفاملي عندي طايب ادل بايبينج اختار مسلا وليكن من ده اقوله واديله الاسم بتاعها فم فم 200 بالشكل ده اخليها باللون الاحمر بالشكل ده واختار الماتيريا البتاعته طيب المصورة دي او البايب دي عندنا راح جاء امسك البايب دي كده لا دي راح جاء اعملها اشوف هين فا هتتغير مش هين فا هتتغير بس اعمل حاجة الليفل على 812 فا هجي اعمل من هنا من سيستم بايب نو جروف اختار من هنا ان هو تكون اف ام 200 هو اوتوماتيك هيعملها اصلا ورح جاء امسك بالبايب دي كده وليكن همشيها لحد الحائط من هنا وبعد كده هتلحها لحد وليكن منسوب تلاتة متر ونص مثلا واقوله ابلاي بالشكل ده كده انا عملتها همسك الرجل ده كده من هنا رجاء واخد من هنا ربطه بالسيستم بتاعنا بالشكل ده كده باش منسين نشوف السيستم بتاعنا اللي احنا لسه عاملين وممكن ايه اعمل بقى سكشن بوكس عشان ايه اخف الموضوع ده شوية اجي فقط الدور اللي انا اشغال فيه وممكن اخفي الاتشي فاك سيستم حاليا انا ببقى اظهر عشان خاطر في الفاير فايتنج بالذات بيبقى فيه كلاشات مع المواصير بتاع الاتشي فاك ومع المواصير بتاع الفاير فايتنج فعشان كده ايه بنبقى ظاهرين الجزء ده عندنا وانا هاخفي الكلام ده كله اهو بالشكل ده هظهر فقط ادي الدور اهو اللي عندي اللي هو الاول انزلت شوية كمان تحت السقف السيلنج اهو عشان انا بقى شايف كل حيك ادي المصورة عندي هنا يا باش منسين ادي الجزء ده اقدر اخرج بقى منه من الفيرست ليفل اقدر اعمل بقى كمان بايب ممكن اجيب بقى من هنا سيكشن من كميت السيكشن اللي انا اعملها دي كلها اخهد ده كده هنا اقول جوتو فيو ادي المصورة عندي بالشكل ده كده يا باش منسين اقدر اخد منها كمان بايب احنا هنا كده خلاص شايفين دخلنا خلاص في ده اعمل لها connect تاني بالشكل ده هاجي من هنا كده باش منسين اقوله من هنا كده draw pipe اروح جيه اعمل بقى مصورة بالشكل ده واروح على الفيرست ليفل اللي انا اشغال فيه ادي البايب عندي بالشكل ده كده هعمل واحدة رئيسية لحد المنتصف اقوله من هنا create similar وامشي من هنا كده اروح جيه رايح موزع على الغرفة اللي جنبها ويقدر اعمل من هنا كده بقى ايه اعمل النود النوزل بتاعتي هنا واحدة كمان هنا بمنتهى السهول هعمل من هنا كده branch اقوله create similar من هنا كده branch عشان اوصل لحد المنتصف ومن هنا كده branch بالشكل ده ازبطه مثلا يكون بقى في المنتصف عندنا هنا ونفس الكلام هنا ده كده نزبطه ابدأ اعمل بقى نوزل بتاعتي فانا بروح بالسبرينكلر باختار من هنا وبقوله باختار كلمة نوزل عشان نبدأ احط اللي هو ليه بس طبعا ده نفس الكلام محتاج سقف سيلنج يربط عليه يعني محتاج سقف سيلنج يربط عليه طب عامله ازاي اراه جاي رايح من هنا كده من 3D اللي انا اشغال فيه بدلوقتي اتأكد ان انا ظاهر السقف السيلينج اراه جاي رايح من هنا كده اقول له ريفت لينك كاستم موديل السيلينج ظاهر عندي مفيش مشكلة خلاص تمام اراه جاي رايح من هنا كده باش منسين اراه جاي له السبرينكلر اراه جاي مختار من هنا شايفين اهو عند اي نقطة من دول بس يفضل انت تخليها من ناحية من الاسفل ممكن تراه جاي بصص من تحت بالشكل ده اراه جاي اعمل له مقا موب من هنا من النقطة دي كده من المنتصف اراه جاي اعمل له موب من هنا اراه جاي مخليه لحد نقطة دي واقول له كونيكت انتو او اعمل اللاين الاولى زبب بس الدنيا اعمل اللاين ادي الخط مع السبرينكلر امسك ده كده اقول له كونيكت انتو وامسك الراجل ده طيب مش راضي يعمل كونيكشن لان زي ما حضراتكم شايفين كده النودل محطوطة غلط يعني مقلوبة مفروض تبقى معكوسة الناحية التانية تمام؟ عشان كده بقية بولت مفروض نحط من السيلنج من اسفل فهرجع تاني من هنا كده ادي السيكشن بوكس اراه جاي قطع من كده او راجع قطع من الراجل ده كده اراه جاي رايح قطع من هنا بالشكل ده عشان ابقى شايف الفرست اراه جاي لافف كده اخلي اللي الزروا ليكن شيدد عشان اقدر اشوف من هنا كده ادي الغرفة اللي احنا بنتكلم عليها ادي السيستم السبرينكلر راجعي مختار ادي السقف السيلنج فين بتاعنا ادي السقف السيلنج ممكن نعمل حاجة كمان ممكن نراجيه رايح من هنا custom ادي السيلنج ممكن نقول له ايه pattern مثلا نديله solid pattern باللون الاخضر مثلا عشان ابقى شايفه يعني نحاول قدر الامكان كده نزبط كل اللي نقدر عليه ممكن اروح جاي قصص الموضوع ده شوية نخلينا فقط في الزونة المنطقة اللي احنا ايه نشغلين فيها بالشكل ده كده اهو اهو بالشكل ده وراجيه رايح من هنا كده ايه add the sprinkler بالشكل ده كده مش منسين لو انا اخترته كده هنلاحظ ادي اتزبطه بقى مظبوط عندي راجيه رايح ليه first level امسك ده بقى من هنا اقول له align مع ده مع ده بالشكل ده align من هنا هنا امسك ده اقول له connect connect into الراجل ده بالشكل ده كده ايه اتعمل له connection بالشكل ده كده مش منسين كدر المسؤول عندي اديl fire fighting FM2 وممكن نخليها 25 ملي بوصة يعني ده الطبيعة عندنا بالشكل ده راجيه امسكها بالconnection بالfitting بالراجل ده كده همسك كل الكلام ده كله وراجيه رايح على الفرس ده انا اشغال فيه اقول له copy اقول له وليكم من هنا لهنا بالشكل ده طيب ما زبطيتش امسك ده اعمل له delete امسك ده كده احزفه اقول له ده امسك من هنا ده كده connect into امسك الراجل ده كده بالشكل ده او امسك ده اخليه 25 ملي ممكن احزفه الconnection دي اقول له TR من هنا لهنا بالشكل ده يبقى كده ايه عملت برضو عندنا باش موانسين السيستم التاني قدرت استخدمه لالFM 200 قدر استخدمه عشان خاطر السيرفر روم والحاجات دي كلها الحاجة التالتة بقى عندنا باش موانسين اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو استخدام المياه في عندي اسلوبين منه في عندي الup وفي عندي الdown فيه الdown ده اللي هو بيستخدم فيه الجزء المكاتب والكلام ده كله وفيه الاتجاه الup ده بتستخدم بقى في الwarehouses والجزء الخاص بالmechanical room والكلام ده كله فخلينا في الmechanical room نجرب الحاجة السريعة دي ونخلي فيديو جديد للجزء الخاص بالسبرينكلر في الجزء التاني فانا هاجي من هنا من system هقوله ما نساش اهم حاجة اختار من هنا هو واختار اهم من الراجل ده بالشكل ده واختار هقوله ان ده تابع السبرينكلر بالشكل ده هروح هنا على الخط الرئيسي بتاعي اللي هو جاي عندي كده اللي هو 50 ميلي هاجي من هنا خط line بتاعنا ده 50 ميلي بخلي الهايب بتاعه بيكون ارتفاع 3 متر ونص تقريبا بالشكل ده هبدأ ارسم الخط بتاعي من هنا ادي ادي اول خط عندي اكمله بشوية الحد هنا كده في عندي بعد كده مكمل 25 ميلي ممكن كنت وانا زي ما انا موجود اهو اقوله من هنا كمل 25 ميلي اهو من نقطة دي كده هيكمل هيمد ده ب25 ميلي الراجل ده وليكن الخط عندنا الراجل ده اه طالع كام الراجل ده 50 ميلي فارجعت هنا اقوله 50 ميلي 50 بالشكل ده اهو اقوله ده من هنا كده لحد الراجل ده كده 50 ميلي بالشكل ده وبعد كده هيكمل اللي شوية وليكن وصل اه 40 ميلي هقوله بقى كده 40 ميلي بالشكل ده اهو كمل لحد هنا وبعد كده الراجل ده قل كمان وصل الراجل ده وصل كام بعد الاربعين الراجل ده وصل وليكن لتنين وتلاتين ميلي او خمسة عشرين خمسة عشرين عشان يكمل الباقي كل خمسة عشرين اقول له خمسة عشرين وصل لحد هنا كده خمسة عشرين بالشكل ده هرجعه عامل بقى من هنا ده خمسة عشرين وصل لحد الراجل ده همسك الوصلة دي من هنا كده هقول له من اسفل هنا عشان يعمل لي الشكل ده اقول له create similar من هنا برضو عمل لي الخط بتاعك اللي هنا ده كده ارجع بعد كيف مش منسين اعمل بقى الخطوط الفرعية اللي هي 25 ملي من هنا لهنا نفس الكلام من هنا لهنا بالشكل ده control z ده انا اسف همسك الوصلة اقول له add من اسفل عشان اقدر اشتغل ومن هنا كده اقول له create similar وقول له من هنا لحد هنا بالشكل ده ممكن امسكهم بقى وعمل لهم ايه وقررهم بمنتهى السؤولة هنزل بس بالsection box عشان شوف انا بعمل ايه بالشكل ده انزل اهو add add system زي ما حضراتكو شايفين كده add system بتاعنا باجي على system بقى بتاعنا هنا بشوانسين اه باجي هنا على basement بالشكل ده اهو ببدأ احط من هنا بقى ايه بتاعنا فباجي من هنا من system the sprinkler باختار بقى الطي بتاعه اللي هو ايه upright ال upright ده اللي انا بقول زي ما قلت لحضراتكو ده اللي بيكون الاعلى وده اللي بيستخدم فيه الاماكن ال warehouses والميكانيكال والكلام ده كل فانا بخليه على 3 متر و 70 اعلى من الراجل دكرة وكل اللي علي يعمله اعرب اخليه هنا على 3 متر و 70 ابص على 3 دي هبص يا دي الراجل اهو 3 متر و 70 هقول له connect انتو واختار ده بالشكل ده اهم حاجة المصورة اخليها 25 بالشكل ده اخليها 25 ميلي بالشكل ده ممكن احزف فقى ال connection دي اقول له TR من هنا من هنا لهنا طيب خليه هنا كده من اول الراجل ده كده ممكن امده على استقامته مش مظبوط لان انا ايه البرينجر اما قلت الضبط وممكن ما قلتش الضبط وايه align بالضبط يعني اهو شايفين فروق قلت ايه ضبط ال align من البداية اهو عشان يزبط في ال connection ويزبط الكلام كله بالشكل ده كده باش منسين بنفس الكلام هحط واحد كمان هنا وعلى كل الخط الموجود عندنا فاضل بس عندي ال pipe الرئيسية اهي pipe الرئيسية اللي احنا اخدنا منها مفروبها دي تغزية محتاجة تغزية بتاعتها اهو محتاجة تغزية بتاعتها اللي يوصل لها من من ال pipe الرئيسية اللي احنا اصلا عملناها اللي يدي كده اللي يليه اللي هو ال pipe دي من هنا كده محتاج بقى نعمل لها تغزية من ده كده عندنا الجزء العالي ممكن نوصله بقى بالجزء العالي هنا ده كده اللي هو مين الراجل اللي هو بيوصل اهو من هنا كده ده كده بالشكل ده هبص عليه في 3D اهو ده كده فين فين بسم الله الرحمن الرحيم نزبط ال سيكشن بوكس شوية كمان شوية عشان نشوف بالشكل ده اهو ده كده باش منصي لحضراتك تفتكروا ده اللي هو الخط اللي احنا ايه اهو اللي احنا كنا واخدينه سحبت منه وصله عشان خاطر الجزء اللي عندنا الخاص بمين الجزء اللي عندنا الخاص بي بالسبرينكرال الخاصة بالميكانيكا الروم بنفس الكلام بقى هابدى امسك الرشاشات دي وابده اقررها بمنتهى السهولة في الاماكت دي بقى انا عملتي السيستم التاني بتاعي فاضل بقى برضو الجزء العليو بقى اللي احنا هنتكلم عنه بقى فوق بس بيكون للاسفل دون بقى اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو